ولا الشرطة هي اللي عملت الكلام ده كله؟ طيب إيه نقص المواطن برجل الشرطة؟ أنا بقول بركز زي مش بورد دفاعاً عن الشرطة أنا بقول لإني من ضمن أسباب اللي قالوا عليها اللي القاتل حصل طيب العلاقة ما بين المواطن ورجل الشرطة حياته المعاشية اليومية كلها مرتبطة بالدخلية بالشرطة عاوز جواز السفر بيروح للي يطلع جواز السفر من الدخلية قال لنا أنا خبره من الشرطة رجل الشرطة طول ما هو بيجد اللي بيحترمه هو بيحترم اللي قدامه ورجل الشرطة في كافة الخدمات اللي أنا قلتها في الشق الأولاني ما فيش الظروف وأنا قربت برضه بقولوا يا حرش طبعاً عن وقت المحكومة شكراً شكراً